ارحب بكم اعزائي المشاهدين الحياة النهاردة هنتكلم في موضوع برضو من المواضيع المهمة وحدث يمكن مريت بيه مرة من المرات انا معرفش انك مرة مثلا خرجت من البيت وعملت بص وراك وما فيش حاجة ولا حاجة بتهددك يعني او رجب العربية وحاسن العربية تاني بتتبعك اليومين دولة يعني حاجة طبيعية ممكن يعني حاجات زي كده بتحصل يعني لكن يما مرات بندخل في شكوك ان في حد بيطردنا حد بيتابعنا عربية ورا عربيتي واحد ماشي ورايا وانا طالع على السلم واحد ورايا طالع على السلم انا مش عايزك تخاف بس النهاردة هنتكلم عن حاجة تتعلق بهذا الامر ابقى معنا مدرسة الحياة هنقدم ليك حدث من الاحداث القطيبة في كلمة الله اللي بتدور حوالين هذا المشهد اعزائي المشاهدين برحب بيكم بحييكم في يوم جديد في حلقة جديدة من حلقات مدرسة الحياة واحنا في مدرسة الحياة في امور كتير بتمر علينا في امور كتير بتترك بصماتها فينا في امور كتير جدا 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 بتشكل فينا في امور كتير بتعدي من علينا مجرد ما ندهاش اهتمام اه واحنا في مدرسة الحياة بنتعلم واحنا في مدرسة الحياة بي اه نكون عندنا وعي وادراك اه من مين بنتعلم ومن مين بنرفض نتعلم اه اتمنى روح ربنا النهاردة يزور كل واحد فينا زيارة خاصة واتمنى كلمة الله يقول لها بصمات في حياتنا اه معينا يا خيادم الرب المبارك الدكتور عصام عزت برحب بيك يا دكتور عصام اهلا بحضراتك في مدرسة الحياة والحياة بنفرح حاوي نشوفك شكرا نفس الشعور وبتشرفنا وبتنورني ربنا يبارك حياة اعتقد عايزين نبدأ الحلقة يعني نخل هاش تحيات يا ربي باركك يا دكتور عصام دكتور عصام النهاردة في مدرسة الحياة عايزين نناقش موضوع اه برضو مهم اه ان احنا ناخد بالنا منه اه والرب يدينا كمان علاج لانه اه جزء من مدرسة الحياة في سفر التكوين في الاصحاح الرابع اه حصل حادث اه قاسي وعنيف وبسببه اه قامت اول حرب في الكتاب المقدس واذا اعتبرنا انه حرب بين بشر غير الحرب اللي تمت في جنة عدن بين الشيطان وبين الانسان حرب اتاك او تجربة اه حرب حقيقية بسببها اذا قلنا افتراضا مات فيها 25% من البشر الموجودين على واكه الكرة الارضية اه حرب بين قيين وبين هبيل اه قيين اه لانه اعماله كانت شريرة ولانه اتخذ الطريق الخطأ للاقتراب الى الله وللعبادة ولانه لم يسمع للنصيحة ولا اه للمشورة الالهية قام على اخاه وذبح اه اللي حصل بعد الجريمة دي مباشرة انه الله واجه اه قيين خلينا نوقف قدام المواجهة ونشوف ايه هي ردود اه قيين وبعدين نشوف ايه رد فاعل قيين بعد كده عمل ايه بس خلينا نوقف قدام المواجهة بسرعة نوقف قدامها لدقيق ونشوف اه تغييرات تمت في ارضنا وفي الطبيعة وحاجات كان المفروض ان هي ما كانتش كده وبقت كده لان احنا بنتعامل مع اساسات بيحطها الله للارض خلينا نقرأ الجزء ده دكتور عصام في تكوين صحة 4 واقراننا الحديث اللي دار بين الله وبين قيين وايه الحكم الالهي اللي حكموا الله على حكتين على قيين وعلى الارض من عدد تسعة يبقى الجزء ده من عدد تسعة فقال الرب لقيين اينها بالاخوك فقال لا اعلم احارس انا لاخي فقال ماذا فعلت صوت دم اخيك صارخ الي من الارض فالان ملعون انت من الارض التي فتحت فاها لتقبل دم اخيك من يدك متى عملت الارض لا تعود تعطيك قوتها تئها وهاربا تكون في الارض فقال قيين للرب ذنبي اعظم من ان يحتمل انك قد ترتني اليوم عن وجه الارض ومن وجهك اختفي واكون تئها وهاربا في الارض فيكون كل من وجدني يقتلني واو واو حديث 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 بيؤكد لنا انه الله يارى دي اول حال تعالى معانا يا دكتور عصام وخلينا نبسط هذا المشهد خلينا نشوف ايه الاخطاء او بقوا ايه لايش اقول الاخطاء ايه 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 الطبيعة البشرية الطبيعة الساقطة بتدت تعمل المفروض عليها الواجب عليها في ردود قيين وضح لنا النقطة دية وبعدين نتكلم على العقاب هو قيين من ساعة ما قتل بان شكله شخص عنيف ايه وشخص اعماله شريرة واضحة ايه الرب كانوا اعطاله فرصة ايه لكن برضو ما فيش فايدة ما قدرش يستخدم الفرصة فماشى في السكة للنهاية ايه والشهوة متى حبلت ثلت خطية والخطية متى كاملت تنتج ماذا فماشي في الطريق للنهاية الذي لابد ان يصل الى نهايته ايه فشوف حتى كلامه على الرب كلام الرب معه وردوده واضح الرب بيقوله فقال الرب اللقين اين هابين اخوك ورب عارف ولا مش عارف الرب عارف طيب فقال اذا الرد تاني يعني الرب عطاله فرصة تاني عطاله فرصة تاني وهذا الطول انات الله بقى العجيبة بقى يا ربي ما اروع ليه بيسألوا السؤال ده لو اعترف حصل وحصل وحصل وانا من الاول الدنيا خربانة عنه السكة كانت لازلت مفتوحة ايه فقال لا اعلم واضح كده شوف الطبيعة البشرية عمالة طلع ايه في قيين ايه لا اعلم احارس ان انا لاخي اسألنا عليه اللي وانا محرسه هو بيبي انا انا عدى لسه ده راجل الكبير يعني وبيرفض مبدأ المسئولي مبدأ المسئولي بيرفضه خالص فقال ماذا فعلت انت عملتها انا شايف وعارف كل اللي انت عملته حتى ان كنت منتاش عارف عايز تعترف بيه على طول بعدها بيجي الحكم الالهي وده حكم اضيف الى الاحكام التي تم الحكم بيها من الناحية الزمنية على الحية وحوة وآدم في الاصحاح اللي قبل كده فيه اضافات ماذا فعلت صوت دم اخيك صارخ الي من الارض في الاول اتلعنت الارض لان ادم ما كانش ممكن يتلعن ملعون انت من الارض خلاص يعني جات اللعنة ده 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 انتهاء جو النعمة وبدء ايقاع القضاء اتقفل الباب اعرف حي فكرة اغلق الباب اتقفل وده الله العظيم في رحمته يفضل طويل البال ويحضر مرة واثنين وينادي مرة واثنين لكن بعد كده من اجل قساوتك بالضبط وقال بغير التالي تمام يعني فيه فيه وقت هيغلق الباب مفهوش اطلاقا افتح لنا افتح لنا الاجابة معرفكوش عذارة معرفكوش فالان ملعون انت من الارض التي فتحت فاها لتقبل دم اخي كابيل متى عملت الارض لا تعود لا تعود تعطيك قوات هذه اضافة للشأة والغلب يعني تشتغل كمان بدل ما تشتغل وتاخد المقابل هتشتغل مضاعف ومش تاخد المقابل بالضبط كده يعني فيه قوة في الارض مش مفيش يعني الارض ممكن تطلع ليه مش بتطلع بما يتناسب مع العمل بسبب الشر اللي فيه بسبب الشر اللي فيه اتعب اكتر تائهن ده بالنسبة الارض انت كمان تائهن وهاربا تكون في الارض خلاص تائهن وهاربا يعني الخروج من محضر الله واضح الكلام بعد كده اللي قاله قين واللي نفذه قين بعد كده فقال قين للرب ذنب اعظم مين قال انه اعظم من ان يحتمل مين جبتها منين دي ودي لغة الشيطان بيقاطب بيها ناث كثيرين طالما فيه مجال للنعمة وبالنعمة مفتوح وربنا صبر على الشخص الذنب حتى الان فيه مجال لغفرانه دكتور عصام خليني برضو اقف دام الفكر ده شوية لما لما الله اداله الفرصة الاولى والتانية وكان ممكن قين يعترف المرة الاولى ياخد فعل المرة التانية كان يعترف لان الرب كرر له السؤال ولما لما الرب حكم عليه الرب حكم قال له ملعون انت من الارض لما هو يقول ذنبي بقي اكثر اعظم من ان يحتمل مش المفروض ده رد فعل حقيقي للعنة الله اللي قيم كان هناك مجال لانتهاء هذا الزم مرة واثنين وثلاثة القصة مش قصة اكتمال الزم القصة قصة الاصرار على الاستمرار في طريق الشعر اللي تفرق عندي مش كمية الزم يعني هو اللي حصل ايه اللي حصل كل ربنا كان عنده استعداد يعني جدمت الزبيحة غلط وكنت معاند لسه فيه زبيحة ربضة ما ودت اخوك قديني بسألك عليه لسه لذال هناك فرصة فما صنعوا من شر هناك مجال لإحتمال هذا الشر لكن القصة بعد كده استمرارها مش ان فيه شر جديد يتعمل لكن فيه اصرار على البعد عن الله والسير في هذا الطريق خليني خليني اسأل سؤال تاني يمكن مش مجاله الموضوع بس برضو قريب منه لما انا كمؤمن اخطئ واواجه بالخطأ هل هل افضل لي كمؤمن ممكن اكون اتقلم يعني يعني ممكن اتقلم لانه انا اخطأته حد عارف الخطأ يا صحيح انا ممكن اتقلم عندما اعترف بالخطأ ايوه ما احسن ان انا اعترف بخطأي لله ولو في مرشدين او في شخص يعني انا مرات كتير او يواجه قضية معينة او اعمل فعل معين اداري مثلا في الكنيسة ومرات ما بكونش فهمه كويس او بعمله غلط فانا بتصل بي المسؤول عن الكنيسة في كل امريكا وبقول له رجل طاقي جدا هو الأوسكف سنايدر وبقول له انا اخطأت في حاجة ايهما افضل وايهما يقصر الطرق ان انا اعترف بخطأ ولا انا اصر عليه ويتغطه وربنا شايف وبعد ما اصر عليه ويتغطه هيحصل ايه انا بحوش اكتر اه وانا بتقصه اكتر اه يعني اختصار الطريق افضل ولا الاستمار في الطريق الخاطئ اكتر اعتقد واضح جدا ان اختصار الطريق هو اروع الطرق المكابرة محاولات تبرير النفس محاولات اظهار الامر على انه ضخم جدا محدش يحتمله كل دي عبارة عن تبريرات سببها قساوة القلب اللي ناوي يستمر في نفس الطريق هل هل تعتقد يا دكتور عصام انه قيين كان يستعطف الله مرة تالتة وبيصرخ يقول له ذنبي اعظم من ان يحتمل هل هذه لغة استعطاف ام لغة مذنوبية في الداخل واحساس باني انا فقدت كل فرصة قدامي لان انا ارجع هل هي لغة استعطاف ولا لغة فقد الامر حكاية الاستعطاف دي مع الله ما تمشيش لان الله يعني حنين الى حد انه مش محتاج انه ما يستحملش يشوف واحد متدايق اه لو واحد مزنوق فعليا وتايب فعليا وناوي يرجع الله اللي بيقرب منه اه فحكاية انه استعطاف كما لو كان الله بيستعطف الله والله مش ناوي اه لكن الله في كل الحديث الله بيقول له انا انا هنا اعمل حاجة اقول لي وانا مستعد فانا مش استعطاف انا رأي ان دي لغية غباء الكيان البشر اه كنا أغبياء بس أغبياء مش غير فاهمين أغبياء غير طائعين الكلام ده فتيته ستلاتة كنا أغبياء غير طائعين يعني غباءنا ظهر في عدم الطاعة وليس في عدم السماع فإحنا أغبياء لعدم طائعنا كلام مشجع عزيزي المشاهدين خلينا ناخد فرصة ونرجع تاني وموضوع في غاية الأهمية لأنه لو أنت يعني بقساوة قلبك عملت حاجة أو بخطأ وحتى بقصده وبدون قصد رب مدام ييجي بالنعمة بيتعامل معك خد قرار وارجع وتوب واعترف وانعترفنا بخطيانة فهو أمين وعادل يمكن كان قلب قيين قلب مليان بالغباء وبالشر علشان كده عينات قلبه الطبيعة الرديئة الساكنة فيه قادته إلى هذا الفكر انتظر معنا هنتكلم بعد الفاصل عن أمر في غاية الأهمية ونشوف إيه علاجه والربي دينا نصيحة من كلمة الله ابقى معنا الدينة يعني إيكي المذة كل ما يقول حاجة يقولك أنا إيه ليه الناس دي بتعمل كده وإيه نفسيا الفكر وراء هذا اللفظ ما هي خطورة الخروب من لجلنا هل يوجد أمل ورجاء لأي إنسان حتى في حالة نظير حالة قليلة إذا كنت إنت حبيدك عارف إن أنا بصح بنام عشرة ونص ما تكلمنيش حدقك ما تكلمنيش حدقك عزيزة المشاهدين برجع عليكم مرة تانية من برنامجنا مدرسة الحياة حبائي وإحنا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن موضوع من المواضيع الهامة جدا جدا قساوة قلب الإنسان وعناد الإنسان عندما يتعامل الله معاه بالنعمة ودي ودي حاجة ما هيش غريبة على الطبيعة الشريرة الساكنة في الإنسان بسبب الخطية حبائي كنا بنتكلم عن شخصية قيين واتكلمنا عن السؤال الإلهي لقيين رد قيين المليان بالغباء وبالقساوة وبعدين قيين صرخ صرخة الحقيقة فيها شوية غرابة ومرحب بيك دكتور عصام معنا دكتور عصام في الصرخة اللي صرخها قيين وهو بيقول ذنبي أعظم من أن يحتمل وبعدين اتكلم عن أنه الله صدر قرار ليه بالطرد فخلينا نوضح الحقائق دي هل فعلا الله طرده بس خلينا نتكلم الأول على الذنب الدينة يعني إيه كلمة الذنب الذنب ده عبارة عن شعور داخلي في كيان الشخص بالوحاشة وعدم الاقتراب من أماكن النظيفة مبساطة يعني خلينا أبسط الأمور عشان نستفهمها الذنب معناها أن أنا على ضميري أشعور بالذنب طبعا أنا مش بتكلم عن الذنب النفس أشعور بالذنب معناها أن الواحد شاعر من جوه أنه هو سيء وأنه هو عمل حاجة وحشة وأن هذا الشيء الوحش ملاصق ليه وذي يخليه مش متناسب مع الأماكن الكويسة زي واحد عنده بقعة سيئة بقعة لا تتناسب مع مكان ما مش يدخل هذا المكان بسبب تواجد هذه البقعة يعني لو عرفنا الخطيئة هي الطبيعة السقطة فالذنب هو الوساخة الناتجة من هذه الطبيعة أشعور بالذنب أو أشعور بالذنب الوساخة الناتجة من هذه الطبيعة السقطة دكتور عصام خليني هبعد حب في ناس كتير قوي قوي دايما مرافق لكلامهم أنا آسف أنا آسف كل ما يقول حاجة يقولك أنا آسف فأنا عرف ناس كتير من دول وأكيد أنت تعرف يعني في كل ما يتكلم في حاجة يقولك لو سمحت مثلا دكتور عصام أنت عملت حاجة أنا آسف ليه الناس دي بتعمل كده وإيه نفسيا الفكر وراء هذا اللفظ في ناس عندهم الشعور بالذنب متضخم أوكي وأنا أعتقل دي في الكتاب اسمها الضمير الشرير ضميره دايما بيقوله أنت وحش أنت وحش أنت وحش أنت وحش شايف نفسه دايما في المرآة أنه هو شخص وحش وده متضخم جدا والحقيقة ده مش الوضع المسيح الصحيح أبدا لأن وضع المسيح الصحيح بحسب وصف الكتاب مغسولة قلوبنا من ضمير شرير يعني مفروض أن القلب لا يؤثر عليه هذا الضمير بهذا الشكل لأن هذا الضمير بيعيق الإقتراب إلى الله مش بس بيخليني أردد اللغة دي أمام الآخرين ده بيعيقني عن حياتي الرحية الصحيحة الصحيحة الحاجة الثانية أنه ده في عدم ثقة في كفاية دم المسيح يعني مثلا داود وكان عمل مصيبة مش خطية قلت أعترف للرب بذنبي أي وفي مصيبة أنا عملت لكن أنا قلت أعترف للرب بذنبي طب والنتيجة على طول بعديها وأنت رفعت آثام خطيئة خطيئة فمش حاجة صحية روحيا قوي أنه واحد دايما شعر نوحش ومش عايز يعالج الموضوع ده فيه دكتور عصام يعني أنا أنا مش عايز يعني أكيد أكيد الكلام ده كتابي وكلام مهم بس أنا مش عايز أخد كتير في الخطوة دي هل وده سؤالي كطبيب نفسي مش بس خادم للرب هل لما يكون عندي السيلف ستيم بتاعي واطي أني أنا ثقتي في نفسي يعني بلاش أحطها بجانب احنا تكلمنا على الجانب الروحي الكبير قوي قوي ضمير الشرير أنا ثقتي في نفسي يعني مثلا أنا ما بثقش في نفسي أن أنا بقول حاجة كويسة أو أن أنا ببني في حاجة معينة بينما أنا مؤمن أنا مؤمن أنا كويس يعني لكن أنا دايما بعتذر علشان أنا ما عنديش ثقة داخلية في نفسي مش بسي الجانب الروحي لكن السيلف ستيم حاسس حالة الصغر في النفس دي نسميها صغر نفس شعور بالنقص أكتر يعني مختلفة شواء عن شعور بالزام شعور بالوحاشة غير شعور بالأقلية أنا ما أقدرش غير أنا وحش اللي حضرتك بتقول عليه ده أنا ما أقدرش أنا مش يعني إمكانياتي أقل من أنها تعمل أنا بتكسف من الآخرين فما أقدرش أدي قدامهم مثلا دي عبارة عن أنا ما أقدرش وليها أسباب كتير لكن الثانية دي لا أنا وحش أنا وحش دي لا دي تعيق الحياة الروحية خالص يعني أنا أنا أتصل بيك في بيتك الساعة 11 بالليل أنت بتنام الساعة 10 ونص فأنا رأيت عليك الساعة 11 فأول ما بتقول دي علي أنا آسف دكتور عصام أنا آسف أنا آسف وعد كوني الديات هل دي ضمير شريع؟ لا لأن لما جال قلت اعترف لو رب بزنبي ده عمل حاجة وحشة فعلا ليه؟ لأنه إذا كنت إنت حضرتك عارف أن أنا بصح بنام عشرة ونص ما تكلمنيش حداشر ما تكلمنيش حداشر ولو كلمتني حداشر للدورة تعتذر وده كلام صح لأنك عملت حاجة ما يش في مكانه فالاعتراف الصحيح بالزم صحيح؟ بس يبقى فيه زم بيعترف بيه زم بمحدد وفي نفس الوقت أنا عارف أن الله صالح فبعترف بيه مرة واحدة وتنتهي القصة مش كل يوم أعترف بيه النهاردة أنا متأسف ويا رب بقرأ نفس الموضوع أعترف بيه مرة اللي بيعترف الموضوع كذا مرة مع الله ده مصاب بالضمير الشرير لأ أنا برضو أنا أتمنى كونه وصلت سؤال أنا يمكن مش ما وصل لك السؤال لأن أنا أعرف ناس كتير سألوني السؤال ده وناس أنا بشوفهم كلمة آسف في وسط الكلام للأفراد يعني كل ما أنا أتكلم عن حاجة أنا آسف أكون يعني ديقتك في حاجة أنا آسف يا بابا علشان مضوع الفلاني ممكن ده يكون محاولة أدب زيادة يعني مش بالضرورة ده يكون نتيجة شعور بالزم يعني فيه ناس تأدب الزيادة يخليهم مع كل حركة كثيرية كثيرية تعبير عن الأسف والاعتذار والإنحناء فيه ناس كده لكن ده مش بالضرورة يكون شعور بالزم ممكن تكون عادة يعني ممكن تبقى عادة ممكن تبقى عادة لكن شعور بالزم ده حتى بيمنع من الاختراب إلى الله مش بس علشان كده أنا أسطح بس أوضحها لأن السؤال يمكن يسمعون ناس حبيبي على فكرة وأنا معديش منع يسمعون لأني أتمنى ربنا يشفيهم ويعليقهم من طبيعة الاعتذار المتكرر ودايما أنا أقول لهم أنت معماش حاجة خلاص ده يسمو الأدب الممل الأدب طيب تعالى خلينا معنا معنا حوالي ثلاث دقائق نتكلم عن بيقول هو أن للرب أنا اقتردتني أنا تردتني من الأرض هل الله ترده؟ الكتاب في عدد 16 بيقول فخرج قيين من لدنا الرب ما حصلش أن الله ترده الله حكم عليه أنه هيقعد في الأرض وأنه هيتعف في الأرض وأنه هيشقى في الأرض وهايشقى زيادة عن اللزوم مسألة مسألة الزرع وحصاد الأرض اللي بلع الدم أقوه لكن ما كتاب ما قلناش هو بيقول أنك قد تردتني اليوم عن وجه الأرض ومرة تروح فيه من تقاعد في الأرض فهو إحساس ملكة أنه بيحاول يرمي إنجازة أقول يعني الكرة في ملعب الله أنت اللي مسؤول عن الكلام ده أنت عملت في أية الله ما عملش فيه كده ده هو اللي عمل في نفسه حتى بعد كده أنك قد تردتني اليوم عن وجه الأرض من وجهك أختفي أنت ناوي لأنك أنت مش ناوي تعمل الحاجة اللي هو يبقى مبسوط بيها وأكون تئهاً وهارباً في الأرض فاسلوب اسلوب نفس الاسلوب اللي وقدم نبوه الطبيعة الساقطة وكيف تتصرف في الأزمات وفي الوسع في الوسع ما هو تخوه نشوف في الأزمات بيعملين مع الله فنفس اللغة نفس اللغة الخارجة من طبيعة شريرة يا رب المرأة التي أعطيتني هي الحية السبب وده بيقول أنت اللي تردتني بينما الله هو اللي خرج هو اللي خرج من لدن الرب مزبوط ما هي خطورة الخروج من لدن الرب انتهى كل شيء انتهى كل شيء واحد خرج من لدن الرب لا علاقة له بالله واحد واجف في مواجهة الله في تحدي لله واحد مش ناوي يسترد يعود إلى مكانه الصحيح هتتم فيه كل النتائج اللي قيلت في أصح ثلاثة وأصح أربعة الزمنية والروحية يا سلام يعني يعني ما تمناش أبداً إن إنسان يصل بهذه القساوة خليني أسأل سؤال ويمكن أنا أجاوب عليه بسيطنا أن أجاوب عليه دكتور عصام هل يوجد أمل ورجاء لأي إنسان حتى في حالة نظير حالة قيل النهاردة يوجد نهاردة يوجد إجابة دي يعني إذن يوجد رجاء ويوجد أمل لا يوجد أبداً باب مأفول لسه ما تفنش طالما أنا في نسمة حيال أنا كنت عايز أسمع الإجابة دي وأنا بشكر رب إنك أنت قلتها مباشرة فمالت قلبي بالطمأنينة للناس كتير لأنه ياما ناس يمكن بيسمعونا دلوقتي بيفكروا إن الباب يتقفر عليهم بيفكروا إنهما منهمش أمل ولليهم راجع بيسببوا بكثرة القساوة والشر والخطيئة اللي عاشوا فيها ورفضهم لصوت الله المتكرر إنه ربنا رفضهم فالله حالياً لا يرفض نحن لسنا في زمن الرفض نحن في زمن النعمة وبالتالي يوجد أمل لأي شخص أياً كان تيهانه دكتور عصام الحقيقة بنشكر رب لأجل كل تحليل وكل رد ربي باركك عزائي المشاهدين أنا عارف إن وقتنا قارب على الانتهاء أحب أشجعك بحاجة لو أنت عايش في الخطيئة في قساوة الخطيئة في إسرارك في عناد الخطيئة هقولك حكتين قبل ما اختم الحلقة الحاجة الأولى اوعى قلبك يستمر في القساوة لأن فيه خطر شديد بيواجهك التائب قال من أجل قساوتك قلبه غير التائب تزخل لنفسك غضب يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة لكن لو جيت النهاردة مهما كانت خطيتك مهما كانت مصيبك مهما كان شرك لو أنت قاتل لو أنت زاني لو أنت سارق لو أنت خربت الدنيا يوجد لك رجال صحيح يوجد لك رجال نحن في زمان النعمة تعالى الرب النهار دواف مستعد يغير غير شاور الترسوسي الذي قتل الذي تلذذ بالقتل الذي فعل المستحيل غير ناس في كل العصور إلهنا العظيم يقدر يغيرك وعايز أقول لك آية حطها كده في قلبك النهاردة يقول الكتاب ودم يسوع المسيح ابنه يطاخر من كل خطية أنا أعني من كل خطية وأنا اتمتعت بهذا التطهير اتمتع به ما تسيبش مكانك اقعد صلي دلوقت اقول له يا رب مش هتقس تاني أنا رجع لك الرب النهاردة فاتح حضانه ويقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا ابعت لينا طميننا عليك لو عندك أي سؤال أي استفسار عايز مساعدة احنا نحب قوي 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 كل لنا شاركة مع بعض الرب يبرك حياتك التقي معك في يوم جديد حلقة جديدة من مدرسة الحياة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة